شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على ضرورة عدم إقحام المجلس الوزاري في قضايا يمكن أن تحسمها الأطراف الثنائية وخلال مؤتمر صحفي أكد أبو الغيط أن الجامعة ليس لديها آلية للتعامل مع الزلازل الجامعة تبينت في موضوع الزلزال في سوريا وتركيا أن ليس لديها آلية مثل المنظمات الدولية للتعامل مع مثل هذه النكبات وضار حديث حول ما هو السلوب الأصلح للتعامل مع هذا الموضوع أغزم في الاعتبار أن الجامعة ليس لديها تاريخيا آلية للتعامل مع هذه النكبات أيضا طرح البعض ووفق الوزراء على ضرورة عدم إقحام مشكلات صنائية بين الدول العربية على اجتماعات المجلس الوزاري لأن المجلس الوزاري سيجد نفسه في وضع غير قابل على التعامل مع هذه المسائل ترجمة نانسي قنقر